هو قصة رحيل بيتسو موسماني عن الاهلي وطره هو استقال ولا تم اقهلته ومين المدربين والمرشحين اللي خلافته صدق او لا تصدق مع الصحفي احمد الجدي ويعمل فولو لايك للفيديو ده عشان يجي لك كل جديد اعلن النادي الاهلي رسميا رحيل بيتسو موسماني وقال النادي الاهلي في بيانه ان دي رغبة المدير الفني اللي ما كانش عاوز يكمل مع الاهلي فتم فسخ التعاقد بالطراضي ودون دفع شروك جزائية في الوقت اللي مجلس ادارة النادي الاهلي كان واصل جدا في موسماني وعاوز يكمل حتى نهاية عقده بعد الانجازات الكبيرة اللي عمله في افريقيا السؤال اللي بدرح نفسه دلوقتي هو مين المدير الفني الجديد للنادي الاهلي خلاف اللي بيتسو موسماني النادي الاهلي اعلن رسميا تعيين سامي امصان المدرب العام مدربة مؤقتا للفريق ولكنه مش هيكمل في منصبه في ظل رفض مجلس الادارة الامر بسبب خبراته الضعيفة بس هناك اكثر من مرشح مصري واجنبي لخلافة موسماني اعرضهم عليكم دلوقتي في الفيديو ده اقوى مرشح اجنبي لخلافة موسماني هو كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر واللي فرج عام الرئيس نادي سموح السكندر السابق اكد على وجود مفاوضات قوية مع النادي الاهلي والمدير الفني قريبا جدا من التوقيع للقلعة الحمراء وقيانة الفريق في الموسم القادم ولكن في اكثر من اسم اجنبي مرشح كمان زي هكتور كوبان المدير الفني السابق لمنتخب مصر وصاحب انجاز الصعود لكاس العالم وخاصة ان عقده انتهى او تم اقالته من تدريب منتخب الكونهو وكمان المدير الفني السابق لمنتخب مصر بوب راديا ومنتخب امريكا واللي رحب بشدة لتدريب الاهلي وقال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى في جهازه انه لن يدرب في مصر الا المنتخب والنادي الاهلي ومن الاسماء المرشحة سيزا المدرب العام في جهاز ريني فايلر واللي رحب بشدة بتدريب الاهلي وقال انه ده حلم من احلامه ومن الاسماء برضو ريني فايلر اللي الاهلي خايف يفوضه عشان مراته اللي كانت سبب رئيسي في انه ينهي تعاقده مع الاهلي في الفترة الاولى رغم النجاحات والانجازات الكبيرة اللي حققها برضو في اسماء مصرية كتيرة مرشحة لتدريب الاهلي وعلى رأسها رضا شحاتة اللي بيدعمه وبكل كوة حسام غالي عضو مجلس الدارة النادي الاهلي وشايف فيه انه مستقبل التدريب في مصر وعاوزوا ياخد فرصة مع الاهلي حتى نهاية الموسم واعتقد ان ممكن ده يحصل جدا 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 ومن ابرز الاسماء برضو علي ماهر نجم الاهلي السابق ومدرب فيوتشار اللي حقق نجاحات مع كل الفرق اللي دربها وعشان كده جمالي الاهلي نفسها انه ياخد فرصة في تدريب الاهلي وهم واثقين فيه انه يحقق نجاحات كبيرة جدا من الاسماء مرشحة برضو كابتن عماد النحاس مدرب الاتحاد السكندرية ولكن حظوظه قلت بعد النتائج اللي مش جايدة اللي حققها في نهاية مسيرة التدريبية مؤخرا مع المقولين او الاتحاد السكندرية وعشان كده خرج بره الترشيحات ولكن هناك ترشيح لي انه يكون مدرب عام داخل الجهاز المعاون القادم لو كان المدرب اجنبي يا ترى تختار مين من كل دول تدريب الاهلي اكتبوا رائع في الكومنتات